كيفما تقلبت معادلة الطاقة الأوروبية تظهر روسيا كرقم صعب لا يمكن إيجاد بديل له فكل المحاولات للاستغناء عن الغاز الروسي تنتهي بالفشل في المقابل تحاول موسكو تعزيز نفوذها النفطي في أوروبا فجاء مشروع ساوث ستريم ليخدم هذا الطموح فالمشروع كان حلماً بدأت معالمه تتجسد على أرض الواقع في العام 2012 وتقدر تكلفته بأكثر من 21 مليار و700 مليون دولار ويهدف إلى نقل 63 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً أي ما يوازي مشتريات الاتحاد الأوروبي من الغاز الذي يمر عبر أوكرانيا وخط أنابيب ساوث ستريم صمم لنقل الغاز من روسيا إلى بلغاريا عبر البحر الأسود دون المرور بأوكرانيا ليواصل مساره إلى اليونان وإيطاليا وصربيا وكرواتيا والمجر وسلوفينيا والنمسا وتمتلك شركة غازبروم الحكومية الروسية 50% من المشروع أما الحصة الباقية فتعود إلى شركة أوروبية هذا المشروع يواجه صعوبات أدت إلى توقف العمل فيه مؤقتاً فموقف المفوضية الأوروبية المعارض دفع بلغاريا إلى تجميد عملها بالمشروع بعد التلويح بعقوبات اقتصادية أرسلنا إشعاراً رسمياً إلى بلغاريا وطلبنا منهم معلومات حول الشركة التي ستعمل على مشروع أنابيب ساوث ستريم على أن يتم تعليق المشروع للنظر في المعلومات ومحادثاتنا مع السلطات البلغارية جارية إلى حين رؤية امتثال كامل لقانون الاتحاد الأوروبي المحاولات الأوروبية لعرقلة المشروع لن تدوم طويلاً كمن المشاركين فيه أصحاب شركات ذات وزن ثقيل عاد أن الدول المستفيدة أكثر من المتضررة ليس هناك تغيير في خطط استمرار العمل في بناء خط الأنابيب ساوث ستريم على الرغم من أنه قد توقف مؤقتاً وأؤكد مجدداً بأن هذا الخط هو الحل الأمثل والمنهجي لنقل الغاز إلى بعض الدول في أوروبا وتحاول كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استخدام ورقة ساوث ستريم للضغط على روسيا وتقديم تنازلات حول أزمة أوكرانيا بالإضافة إلى تقديم أسعار مخفضة للغاز وقطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوكرانيا بعد فشلهما في مفاوضتهما حول أسعار الغاز بعد إصرار موسكو على رفعها من 268 دولاراً إلى 485 دولار لكل ألف متر مكعب وسط إحجام أوكرانيا عن تزديد ديونها المتراكمة لروسيا وطالما أن الحلول لهذه الأزمة شبه مستحيلة فإن موسكو ستبقى رقماً صعباً في معادلة الطاقة الأوروبية